أحوال التقس بقناة النهار أهلا بكم مشاهدين أيضا خلال يومي الجمعة والسبت راح نسجد درجات حرارة قياسية تتحدى الربع وربعين درجة تحت الظل على أغلب المناطق الداخلية للوطن أكثر تفاصيل عن الوضعية الجوبية نبدأ بصورة القمر الإصناعي توضح الناصفة واستقرار على أغلب ولاية الوطن توقعات حركة رياح تقارب 40 كم في الساعة للولايات الجنوبية مرفوقة بتطاير زواب عرمية أما عن تفاصيل الوضعية الجومية المرتقبة بإذن الله خلال صباحة يوم الجمعة تقس يكون مستقر على العموم فيما يخص أغلب ولاية الوطن مع تشكل الضباب الكتيف خلال الصباح الباكر على الولايات الساحلية والمناطق القريبة منها أما درجات الحرارة الدنيا المسجلة بإذن الله فأيضا ستكون مرتفعة خلال الفترة الصباحية وكذلك المسائية تقارب 23 درجة للأغواط وبسكرة 20 درجة للنعام البيض ومشرية حوالي 18 درجة للوهران الانتي موشنت مستغنم كذلك على كل من إن شاء الله تزيب الزول بويرة والمدية 16 درجة للجزاء العاصمة 19 درجة للقلمة نفس المقياس رح نسجله بإذن الله على كل من باتنا خنشل واتبسة الولايات الجنوبية 29 درجة على مقياس بأضرار 28 درجة على بشار وبني عباس كذلك بإنصالح 24 درجة على إيليزي جانت إناميناس و26 درجة على ولاية تندوف أما تفاصيل الوضعية الجميلة المرتقبة بحول الله خلال ظهيرة يوم الجمعة فالتقس سيكون مشمس ومستقر على العموم لكن أواخر الظهيرة رح تتغير الوضعية الجوبية نوعا معا للمناطق الداخلية رح تتشكل خلايا رعدية منعزلة موسمية مصحوبة بتساقط بعض الأمطار خاصة على الهضاب العليا الغربية ونفس الوضعية الجوبية رح نسجلوها فيما يخص أقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعات الهوكار والتاسيلي أما عن توقعات درجات الحرارة القصوى تقارب 36 درجة على الجزائر العاصمة البريدة وبومرداز 35 درجة على تيزيوز والبويرة رح نسجلوه حوالي 43 درجة كأعلى مقياس إلى 44 درجة على شلف غليزان سيب العباس وكذلك بعين الدفلة كذلك نفس المقياس رح نسجلوه بمعسكر تلمسان 37 درجة 34 درجة على وهران 31 درجة على باثنة 30 درجة على قسنطينة وأم البواقي 33 درجة على قلما والسوق قهرأس الولايات الجنوبية إذن 45 درجة فيما يخص أضرار تميوين رقان كذلك ببرجباجي مختار 39 درجة على بشار 44 درجة على ولايتين دوف 35 درجة رح نسجلوها بغردايا و39 درجة على إليزي وجانت توقعات حالة البحر إذن سيكون قليل الاستراب على أغلب السواحل الوطنية الرياح تقارب سرعة حتى الـ 40 كيلومتر في الساعة الرؤية متوسطة وعلو الأمواج سيتراوح إن شاء الله بين المتر إلى المتر وانس واتجاه الأمواج يبقى دائما شرقي إلى شمال شرقي على طول الشريط الساحلي وقبل ما نختمه نشرتنا لانهار اليوم نتوجه بكم إلى ولاية بو مردس إذن الأجواء ستكون مستقرة مشمسة خلال الأيام القليلة المقبلة مع درجات حرارة دون أصباح تتراوح بين 19 إلى 21 درجة والقصوى بين 31 إلى 33 درجة سرعة ريح فيها ستقارب 40 كيلومتر في الساعة والرطوبة حوالي 45% في الأخير نختم نشرتنا الجوبيا بورقة المعلومات الفلكية لدخل الشروق وغروب الشمس في الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن إذن مشاهدين كانت هذه توقعات حوال التقصى المرتقبة خلال صباحة وظاهرة يوم الجمعة بإذن الله أشكركم على كلم الإصغاء والمتابعة في أمان الله أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، إنستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منصتكم الإشعارية اختار منصتك لإعلان إشعارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، إنستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منصتكم الإشعارية اختار منصتك لإعلان إشعارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، إنستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منصتكم الإشعارية اختار منصتك لإعلان إشعارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، إنستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منصتكم الإشعارية اختار منصتك لإعلان إشعارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، إنستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منصتكم الإشعارية اختار منصتك لإعلان إشعارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، إنستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منصتكم الإشعارية اختار منصتك لإعلان إشعارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، إنستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منصتكم الإشعارية اختار منصتك لإعلان إشعارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، إنستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منصتكم الإشعارية اختار منصتك لإعلان إشعارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، إنستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منصتكم الإشعارية اختار منصتك لإعلان إشعارك أول موقع إخباري في الجزائر للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا أول موقع إخباري في الجزائر أول موقع إخباري في الجزائر